الرحمن الرحيم معاكم دكتور أحمد راجع بفيديو جديد هل يجوز الصلاة خلف الإمام الفاسق المصر على معصية؟ زي التدخين، زي حلقة اللحية، زي سماع الغناء، زي والعادة وبالله ممكن يكون مرتكب لكبائر طبعا التدخين من المحرمات بشكل قطعي لأن دلارها صار واضحا بشكل قطع سواء بقى تدخين أو أي معصية تانية هل يجوز الصلاة خلف الإمام الفاسق؟ فجمهور الفقهاء قالوا أنه يجوز الصلاة خلف الإمام الفاسق لحديث البخاري قال عليه الصلاة والسلام يصلون لكم كان يتكلم عن الأمراء الظالمين قال يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم فأجاز الصلاة خلف الإمام الظالمين وخلف الإمام البعيدين عن طريق العزاجل بعض العلماء بس قالوا تبطل الصلاة لكن ده قوله ضعيف وليس قويا بالعكس ده من معتقد أهل السنة الصلاة خلف كل بر وفاجر لكن الأحسن لحضرتك تدور على إمام طقي يخشى الله عز وجل وطبعا يندب أو يعني ولاة الأمر عليهم أن ينتقوا باختيار الإمة ويعتنوا باختيارهم ويقدموا لإمامة المصلين الأتقياء البررة الذين يخشون الله عز وجل دعموا الفيديو بشيروا عليكم وكومنتوا وشاركوا في القناة وشوفكم المرة الجاية والسلام عليكم